تطعيم المضاد لفيروس كورونا فيما تجاوز عدد من حصلوا على الجرعة الثانية من التطعيم 617 ألف شخص وكان الفريق الوطني الطبي قد أكد على أن التطعيم هو وسيلة حماية أساسية ضد الفيروس بالتوازي مع همية موصلة الاتزام للإجراءات الاحترازية وذلك للمساهمة في خفض الانتشار والحماية من الفيروس دعما للجهود الوطنية المبذولة للحفاظ على الصحة وسلامة كافة أفراد المجتمع ترجمة نانسي قنقر